فيديو النهاردة استثنائي علشان هنتكلم فيه عن عربية رولز رويس كولينال بلاك باج الفين وعشرين ودي اعتبر من افخم العربيات اللي موجودة على مستوى العالم وهتشوفوا ده بنفسكم العربية اشتراها محمد رمضان وتم النشر على الانستجرام كالعادة طبعا وقدر يحصل على اللوحات المعدنية رقم واحد مش ده موضوعنا موضوعنا هو مواصفات وسعر العربية الانجليزية الفخمة جدا تابعونا الانهاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في كارتيوب لو مهتمين بعالم السيارات اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة وما تنساش اللايك الجميل للفيديو زي ما قلت لكم محمد رمضان اشترى من دبي العربية اللي انتوا شايفينها دي عربية رولز رويس كولينال بلاك باتج الفين وعشرين مش هنطع الاسم تاني العربية ديت من افخم العربيات اللي موجودة على مستوى العالم الهيكل الخارجي بتاع العربية مطلي يدويا باللون الاسود بيحتوى على خطوط بسيطة من اللون الاصفر وزودت سيارة رولز رويس كولينال بلاك باتج بشوبك امامي داكن اللون ووصول التعتيم الى مخارج العدي مغيرها من الاجزاء وطبعا بتسير على اطارات معدنية قياس اتنين وعشرين انش وطبعا اه في خلف العربية في قاعدة كده بريك باللون الاحمر تأتي داخل الاصفر وزي ما انتوا شايفيني النساء في العربية مضيء بنجوم رولز رويس الشهيرة الحربية دي بتعتمد على محرك اتناشر سلندر على شكل حرف اه سعة ستة فاصل خمسة وسبعين من مية لتر ليصدر منها قوة خمسمية تنين وتسعين حصان وتسعمية نيوتن متن من عزم الدوران مما يعني انها اقوى من الطراز الاساسي بمقدار تسعة وعشرين حصان وسبعة وتلاتين نيوتن آآ متر من عزم الدوران اما سارع من السفر الى ستة وتسعين كيلو فاربع ثواني وتسعة من عشر يعني حوالي خمس ثواني خمس ثواني تجيب معاك الميت كيلو سرعتها القصوى تبلغ متين وخمسين كيلو متر في الساعة وفرت شركة رولز رويس البريطانية المملوكة من قبلة شركة بي امي دابلو البافارية نظام تعليق وفرامل معدلة على سيارة رولز رويس كولين البلاك باجي الفين وعشرين اما بقى عن اهم حاجة وهو سعر العربية سعر العربية السلام عليكم